اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة والمسؤولين المعنيين وذلك لمتابعة تنفيذ التوجهات الخاصة بتغليل العقبات والتحديات المزمنة أمام القطاع الصناعي وفي ذات الإطار اجتمع رئيس السيسي أيضاً مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لعرض وتقييم الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية حيث واجه سيادته بزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري ولو أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني صرح المستشار أحمد فهني المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بتكثيف العمل على تذليل العقبات والتحديات المزمنة التي تواجه القطاع الصناعي من خلال جهود شاملة تشترك فيها جميع أجهزة الدولة وقد اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على أهم الخطوات والإجراءات الجاري تنفيذها في هذا الإطار ومن أهمها تبسيط وميكانة الإجراءات البيروقراطية المتشابكة لتصبح مواتية ومشجعة للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة والارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية إلى جانب بثل مزيد من الجهد في توحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر منعا للتشتت واختصارا للوقت والجهد وتسهيل إجراءات الحصول على الترخيص الصناعية وتفعيل خريطة الاستثمار الصناعي كمنصة لتقصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية وفي ذات الإطار اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حيث تم تركيز على عرض وتقييم جهود الاستفادة من منظومة المجمعات الصناعية ومتابعة تنفيذ الأنشطة المستهدفة بتلك المجمعات وسبل استغلالها على الوجه الأمثل كما اطلع السيد الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعي سواء الشركات المصرية أو العالمية والإجراءات الجاري اتخذها لزيادة الاستثمارات الصناعية أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس وجه بموصلة جهود توسيع مسارات الانتاج الصناعي القائمة وإنشاء مسارات جديدة من خلال العمل الدؤوب على التغلب على العقبات والتحديات الهيكلية التي تواجه الاستثمار الصناعي في مصر كما أكد سيادة الاستمرار في مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة بما يسهم إيجابا في الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة